اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في القناة اشتركوا 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 في القناة لهم نسقه واقبله ودي بقل الله وكتل له شوية اضطراب حصلت وقبيلت بني سلمة وبني حارسة حاوله وقل له اقبله وقل اسكو لكن ربي سبحان وتعالى سبطه يوم واقبلوني. اللي وكتل له عدد مسلمين كله لديش من مدينة الفاقر لعلى اه الف على اه اه الف على ولا مشركين بديل سلسة الف تون بيننا. اللهم الف منهم سلسة مئة كمسال عقبلو اه بقيادة عبدالله بن ابن سلول من المنافقين قل يجل قاتلو مسل رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعمائة نفر تلفوا منا صحابة مسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هقوها الرسول صلى الله عليه وسلم يعني انتقدموا باهم واسلوا ايرروا تقياسهم دا قيسع لو اه دا برنا احد تجفريو كمسال بطحو. اه باتجهلا قرب نايو اه دي با كان اه تكرروا واه دي بقولوا وادي وادي منفذ اللي قولوا دي بتكرروا ولا دبر اه ولا اه تباب قراهم اطلو دبر اهد دانسا سابلا قايسو دامنا قايس اللي امرو لدبر ان تاعتهم انده انده اطلوو لوادي ولا كان لفص حد دي با لقاطهم انسر وادو لقراهم لدبر وادوو ردوان الله عليهم. اه واذي اه العدو فنجيوه وفنجيه لمدينة قابه والنبي صلو الله عليه وسلم لدبر فنجيوه اطلاو ابلته مكان لفص حد دي با قابه ومجموعات مننا ديش هيني حوالي خمسين نفر قابه اه قيادة عبدالله ابن جبير جبال عينين اللي قولوا دي با قابل يوم ودي با قسم يوم او كفالو مربط حتهم لها قابه دي با قل انده قابه اقل دافعو وقل قاطلو ولا انسا ولا افروس لا حماياتو اللي قبقه ومن كان التفاف قليدو من دا بيالو عبدالله ابن جبيرو دا دي با قامتو من خمسين نفر علو واكد اقلو من اكانكم انهم يتكروا اللي جبال عينين ادي جبال الرومات اللي بولو وجبال الروماتو منو من دا قابه اكم اي من كان اللي اهلا فلا لحد دين من قرق اللي دول التفاف اليده لحدد والدباطى او والبراساه الافروس بق من كين دا سعيد اقيل من قرق ليش يدور بيالي ايون واكد اقلو لهم ولا كان اETHباطي هيم ويدا تكروني انت سارنا من قبيه اتكروا وتهزمنا من قبيه اتكروا بيالي ام دي بلا كان والنبي صلى اثناء اللي اكان لا اكد اقلو ولديشنا اي حب ايو ووجه ايو كم سآلكها فلايو النبي صلى الله عليه وسلم ومشركين كمان لديشوا معبو وتقدمو سكسها حتى قتال ولا أنس قسرهم عليها لحدي أقلوهم عليها والحرودهم عليها ودي بصفوف بكبروهن وبدفوف ولا طبول نايد داقت عليها وأناشيد ما لبلع عليها ومن دبنا الأناشيدان هي لبلع عليها إن تقبلوا نعانقوا ونفرشوا لنا مارق وإن تدبروا نفارق فراقوا وقيروا مارق يعني واسلكم من قبي وقاتلكم من قبي إناقها الله وسلم يعني نتكبتكم ونحاقبكم ونرفعكم ونتكبتكم وليساتو وسكيكم من قبي يعني نحققكم ونفرقكم فراق حكالي ترعونا وإلا لله للبن نوع من حماس ونوع من تحريد ونوع من اقل تحركة ومدقراغار قل زيادة قل سبوتهم وقل حمية قل تيتديبهم وكذا يعني ويذكرنا أصحاب اللواء بواجيبهم قائلين وقل سبب اللواء رعف حمل الله بان عبد الدار قلهم كمان بواجبهم وبصالتهم اللي لأروهم وبالياء وبها بان عبد الدار وبها حماة الأديار ضربا بكل بطار اندبيلو عبد الدار رعف عملها لو انتمتم لا يغباتنا انتمتم لا عدنا لتكل وانتمتم أي واحد سيف بطار لراف الها اللي لدابطو واندبيلوهم كمسال اللي أنبتت لا معركات إلا معركات أحد وقزوات أحد يعني لمؤلف اللي بي ليو وشوية بترمبل دي بادي لما قدمت ناياته ولا تفاصيل لنا حقها لمبارزت كفا تمت ولا معركات كفا قبأت ولا هجوم نايا مشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمرة كفا قبأت وموقفنا المسلمين عامة بعد التطويق كفا على دي با شعب والحوار والقرار والحسلة وكفا انتهت لمعركات إلا كل التفاصيل هلأ لا إن شاء الله قسم قسم اندوا دينا كفال كفال اندوا ديناها كمسال مع قزوة بدر نتهاق دي با إن شاء الله قزوة أحد سبب قزوة أحد بينما كانت قريش تستعد للانتقام من المسلمين بما أصيبت به في قزوة بدر إذ بهم يتلقون دربة أخرى في القرد فإزدادوا بها قذبا على قذب فأسرعوا في الاستعداد وفتحوا باب التطوع وحشدوا الأحابيش وخصصوا الشعراء للإقراء والتحريد حتى تجهز جيش قوامه ثلاثة آلاف مقاتل في ثلاثة آلاف بعير ومائتي فرس وسبعمائة درع ومعهم عدد من النسوة للتحريد وبثروح البسالة والحماس وكان قائدهم العام أبا سفيان وحامل وأبطالهم بني عبد الدار تحرك هذا الجيش في غيذة وغضبة حتى بلق إلى دواحي المدينة وألقى رحله في مدينة في ميدان فسيح على شفير واذي قناة قريبا من جبل عينين وأحد وذلك يوم الجمعة السادس من شهر شوال سنة ثلاثة هجرية الأخبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقل الخبر ونقل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نزول الجيش بنحو أسبوع فشكل دوريات عسكرية تحسبا للطوارئ وحفظا للمدينة فلما وصل الجيش استشار المسلمين على خطة الدفاع وكان رأيه صلى الله عليه وسلم أن يتحسن المسلمون بالمدينة فيقاتل الرجال على أفواه الأزقة والنساء من فوق البيوت ووافقه رأس المنافقين عبد الله بن أبي وكأنه قصد الجلوس في البيت دون أن يهتم بالتخلف أن يتهم بالتخلف ولكن تحمس الشباب وألحوا على المجالدة بالسيوف في مكان مكشوف فقبل رأيهم وقسم الجيش إلى ثلاثة كتائب كتيبة للمهاجرين وحمد الواء مسعب بن عمير وأقراد الأوس وحمد الواء أسيد بن حدير وثالثة من الخزرج وحمد الواء الحباب بن المنذر واتجه بعد السلاة العصري إلى جبل أحد فلما بلق موضع الشيخين استعرج الجيش فرد الصغار وأجاز رافع بن الخديج على صغره على صغره لأنه كان ماهرا في الرمي كان ماهرا في رمي السهام فقال سمرى بن جندب أنا أقوى منه أنا أصرعه أصرعه فأمرهما بالمصارع فصرع سمرى رافعا فأجازه أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي موجع الشيخين صلى المغرب والعشاء ثم بات هناك وعين خمسين رجلا لحلسة المعسكر فلما كان في آخر الليل اتحل قبل الفجر فصلاها بالشوب وهناك تمرد عبد الله بن أبي فرجع مع ثلاثمائة من أصحابه وصار لأجل ذلك الدعف والاضطراب في بني سلمة وبني حارثة كادتا ترجعان ولكن ثبتهم الله وكان أولا مجموع عدد المسلمين ألفا ففي فبقي سبعمية كانوا ألف فبقي بعد انسحاب ورجع ثلاثمائة بقي سبعمائة وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو جبل أحد من طريق قصير يترك العدو في جانب الغرب حتى نزل بالشعب عند منفذ الوادي جاعلا ذهره على هداب أحد وبذلك صار العدو حائلا بين المسلمين وبين المدينة وهناك عباء الجيش وعين خمسين رجلا من الرمات على جبل عينين وهو الذي يعرف بجبل الرمات بقيادة عبدالله بن جبير الأنصاري وأمرهم أن يدفعوا جلغ الخيلة ويحملوا ظهور المسلمين ويحموا ظهور المسلمين وأكد لهم أن لا يتركوا مكانهم حتى يأتي أمره سواء انتصر المسلمون أو انهزموا وعبأ المشركون جيشهم وتقدموا إلى ساحة القتال تحردهم نسوتهم وهن يتجولن في الصفوف ويضربن بالدفوف ويثرن الأبطال وينشدن الأبيات وينشدن الأبيات ان تقبلوا يعني مقبلين يعني ان تقبلوا نعانق ونفرش النمارق أو تدبروا نفارق فراغ غير مارق أو فراغ غير وامق ويذكرن أصحاب اللوائي بواجبهم قائلين وبها بن عبد الداري وبها حماة الأدياري ضربا بكل بتاري جيب الله ننتهي لحلقة مقدمة نهاية قزوة الحد على للتحلقة التي تمت لمبارزة ولا قتال كفاة سكلا بطح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى